تحية طيبة عراقية وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرفه على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة ودعا الله النور نهار والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوما واحدا هل جربت الحياة بدون الرجاء هل فقدت أملك بالحياة وما عندك أي رجاء بهذا اليوم هل إجا وقت ولمت نفسك وعاتبت الله على الظروف الصعبة اللي أنت بتمر بيها يحشينا الكتاب المقدس في أول آياته وإن كانت الأرض خاربة وفارغة ومعتمة لكن كان روح الرب موجود ونشوف شلون الله خلق النور وسوى من الخراب إلى ثمر ومن الخلاء ملأت الأرض من كل أنواع الحياة وأيضا الله خلق الإنسان أنا أصدق من كل قلبي أنه اليوم همينا الله يريد أن يبلي قلبك وقلبي بالإيمان وبالثقة وبالرجاء إيه أكو رجاء أنا متأكد من هذا الشيء أكو رجاء هاليوم لكل تعبان أكو رجاء هاليوم لكل حزين أكو رجاء هاليوم لكل مشتاق لكل وحيد وأيضا أكو رجاء إلك بالحياة العبدية خلينا نصلي مع بعض ونطلب من الراف فعلا أنه يملينا رجاء بهذا اليوم يا بانا السماوي نشكرك فعلا من أجل أنك أنت إله الرجاء أنت يا رب تملي قلوبنا بالظروف الصعبة اللي دن مر بيها بالتحديات اللي دن عيشها أنت تملى قلوبنا بالرجاء والأمل معاك نشكرك يا رب وأن في حياتي ضياء أو فراغ أو خربة لكن أنت يا رب تقدر تبني أشياء جديدة من عندك في حياتي وتملأني فعلا بالثقة بيك وأشوف الثمر عملك بحياتي وبحياة المجتمع اللي أنا عاجبي بإسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين ورب يباركك ويملق قلبك رجاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة